مروان دادان 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 كترفية عن النفس وفعلاً أخذت تكويل الأكاديمي وكانت المدرسة المكفوفين كانت عامل مهم لأنه كانت هذه الأنشيطة موازية لأنها أنشيطة موازية وصافية بشوية بشوية كانت تلك الطالن كانت تلك التأكسير حاول أن ترسم كاريرا نحن جمعنا أحد الأصدقاء التي قرناها بشكل موازي بشكل موازي بشكل موازي وكانت تلك الفكرة قلنا نبدأ تجربة نحن صغر طبعاً ومشينا بأساس فرقة كنا أساسها وكانت تجربة مزيانة مع المشاغل مع الظروف الحياة والناس كانت تكبر وكل الظروف وكانت تجربة طبعاً وكانت تجربة مرة مرة وكانت تجربة مرة مرة ولكن وكانت تجربة أخوة أصدقاء وممكن أن يجربة أشياء عمل وكانت تجربة مرة وكانت تجربة نحن وكانت تجربة أشياء وكانت تجربة أصدقاء والأصدقاء والمكفوفين ومعهم وأصدقاء من الآخرين. وباقي المسار. مروانو، هل تقدر تقرير من الإكراهات والتحديات التي توجدك في المسار؟ الإكراهات، صراحاً لدينا الكثير من المسار، لأنه بالنسبة لأنا الإكراهات ومما واحد لباقتي مالغيسيت. مفتاح من المفاتح النجاح. حتى قاعدة عامة أن الحياة لا يمكن أن تكون مفروشة في الورود. ونحن نحاول أن ندخل في ذلك المسار أو الجانب السلبي كثيراً، لكي لا يوقفوني وشوفوني. بالنسبة لي، كنت أعتبر الإكراهات، هما واحد الحلاوة. وبالتالي راح كينا. كنت حالة نظرة الأصدرائية للمجتمع، كل ما كيتشيقش فيك، ولكن بلاكس، كنت واحد السوق دي لأفوص دينا والمناعة. هذا لا يمكن أن نتوقف حتى كما أنا كنت نشوف مثلاً. كنت نشوف شويون بعد داليا الباصر. وكنت مثلاً، كنت نعزلت، بقيت كنقول لا، ومارضا، شو نبكي، وندخل في واحد الأزمة نفسية، ونحن نقص طاق في البلاستي، ونأخذ إجازات، ونأخذ هذه الكاريرا، الحمد لله، ونحن في البداية، لذلك، وخي يكون الإكراهات، يجب أن تحددهم. مرونة، كيف رسالتك لدويل هيمام بهذه المناسبة؟ مناسبة اليوم العالمي، الأشخاص في ودعية إعاقة، أولاً، أولاً، تقولوا إعاقاتي، طاقاتي في واحدة، بزاف ديت الشعارات، ولكن في عمل، خسويك آمنوا بهذه، هذه أهم شيئة، آمنوا باللير، أننا، طاقات، وقدروا نديره، بزاف الحواجين، هذه أهم شيئة، كل شعلات تيقية، كل شعلات تجاوز، ذاك النظرة البدائية، والصدراء، لأن الشخص في وضعية إعاقة، بضوت المكفوف، مع تطور تكنولوجي، سهل مأمورية، أولاً، أوستقل، كي لعب، كي نشط، ممكن يحزن، ممكن يتقلق، حيث بزاف الناس، كيعتقدون أن نجوم من شيء كوكب آخر، ولكن الحمد لله، كانت مقصة النظرة، وذلك شيء، ماشي مشكل، وكي نزيده أكثر، يعني أنها سافت تنمحها، يعني من، من الفكر السائد، أو الوعي الجامعي دي لبزاف الناس،